ماذا فعلت أمريكا لتكون إيران بهذه القوة؟ سؤال ليس من قبيل الاستفهام وتحت إطار المؤامرة بل دهشة تصيب كل من ينظر للمنطقة قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق وبعدها كيف لإيران في غضون سنوات أن تسيطر على أربع عواصم عربية وتطمح للمزيد؟ الجواب يكمن باحتلال العراق وتدميره وجعله مستباحا بهذا الشكل أحد أشكال الاستباح الرايات الصفراء المتنقلة من بغداد وحتى بيروت مرورا بدمشق حيث تطول جبهة المواجهة وتتسع رقعتها لكن العراق هو عقدة المشكلة ولأنه كذلك ترى التركيز الإيراني عليه ليس كغيره ما يفسر كشف صحيفة نيونيك تايمز عن استغلال طهران للفوضى في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية هناك الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن جهود إدارة ترامب لردع طهران في الشرق الأوسط قد فشلت إلى حد كبير خصوصا أن نشر تلك الترسانة خارج حدود إيران يعطيها أفضلية في أي مغامرة عسكرية قد تخوضها وحول الموقف الحكومي الرسمي من ذلك قال خبراء عراقيون إن الحكومة في بغداد لديها علم بوجود صواريخ باليستية إيرانية في مستودعات داخل الأراضي العراقية وبالتحديد في البصرة مشيرين إلى أنه ليس من مصلحة الحكومة الكشف عن وجودها لكون دخول هذه الصواريخ تم بالاتفاق بين طهران وبغداد مع تقادم الأيام يزداد الأمر تعقيدا فالبنتاجون تحدث عن مؤشرات على هجوم إيراني محتمل يستهدف المصالح الأمريكية حيث يقول جون رود ثالث أكبر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن واشنطن حذرت طهران بشكل صريح من مغبة هجوم وشيك قد تشنه في المستقبل دون ذكر تفاصيل قال عنها المسؤول الأمريكي إنه لا يستطيع البوحة بها مسؤولان أمريكيان أكدوا لنيورك تايمز أن إيران تحرك قوات وأسلحة في المنطقة وسط تصاعد التوتر خصوصا مع ثورة تشرين في العراق التي تمثل أكبر تهديد لنفوذ إيران التي بدأت تستشعر ربما سقوطه بعد أن وصل للقمة أوكاد في زمن الاحتلال الأمريكي للعراق